مما يجب على طالب العلم فعله في هذا الشهر الكريم أن يحرص على حفظ شهره من الكلام فقد كان الأئمة من أهل العلم يقلون الكلام في شهر رمضان فقد ثبت عند أبي بكر بن أبي شيبة أن أباه ريرة رضي الله عنه كان هو وأصحابه وإنما كان أصحابه فقهاء علماء مثله رضي الله عنه ورحمه كان هو وأصحابه إذا دخل عليهم شهر رمضان لزموا المسجد وقالوا نحفظ صيامنا وإنك لتعجب مما يحفظ منه أبو هريرة رضي الله عنه صيامه فإنه من أهل العلم وإنما أراد أن يحفظ لسانه من القيل في الناس ومن الخوض فيهم وفي أعراضهم ناهيك عن الخوض في أمور أشد من ذلك فالمقصود من هذا أن طالب العلم يحفظ صيامه فلا يكثر الخوض فيما لا يعلم ولا يكثر الخوض في غيبة ولا نميمة ولا قول زور ولا جهل ولا عمل بذلك والواجب على المسلم أن يجعل هذا دأبا له في سنته كلها وفي رمضان بخصوص ترجمة نانسي قنقر